ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم بيان صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية يا جمهير شعبنا الفلسطيني العظيم في مذل هذه الأيام من عام 2005 انضحر العدو الصهيوني صاغرا عن أرض قطاع غزة الصامد يجر أذيال الخيبة والهزيمة والانكسار بعد جولات طويلة من الصراع المتواصل بين هذا العدو المجرم والمقاومة الفلسطينية الباسلة قدمت خلالها المقاومة الفلسطينية وشعبنا المعطاء قوافلة من الشهداء الأبرار وسيلا من الدماء الزكية الطاهرة وصمدت المقاومة صمودا أسطوريا وأبدعت في تطويع كل الإمكانات رغم ضعفها ومحدوديتها في مقاومة الترسانة العسكرية الصهيونية الضخمة التي كانت تحمي بضعة آلاف من المغتصبين الذين كانوا يحتلون قطاع غزة إن مغتصبات قطاع غزة السابقة التي كانت تحت قبضة المحتل لعشرات السنين ها هي اليوم وبعد ثلاثة عشر عاما من انضحار العدو الصهيوني عنها تعود إلى أبنائها ويعود أهلها إليها ويحيونها من جديد ويعيدون إليها الحياة وتتمترس فيها المقاومة برجالها ومواقعها ومقراتها لتسجل صفحة عظيمة من صفحات المجد والبطولة ونموذجا حيا على إرادة الحياة وإرادة المقاومة يا شعبنا الصامد الأبي إن هذه الذكرى العظيمة يسجل فيها شعبنا واحدا من أهم انتصاراته التاريخية على المحتل الصهيوني المجرم ألا وهو كسر عقيدته ومعادلات أمنه القومي المزعوم التي أقام كيانه عليها فأسقط شعبنا ومقاومته معادلة شارون نتسريم كتل أبيب وأسقطت دماء شهداؤنا استراتيجية نقل المعارك إلى أرضنا وكسرت مقاومتنا معادلة الردع ولا تزل مقاومتنا تسجل في كل مرحلة حضورها وبطولاتها وإنجازاتها في مقابل إنجازات وهمية وباهتة يحاول أرباب التنصيق الأمني تسويقها لشعبنا المجاهد الذي يحتضن المقاومة وهو جزء لا يتجزأ منها فنحن من شعبنا وشعبنا منا وإن تجربة غزة في دحر المحتل يجب وجوبا وطنيا أن تنتقل إلى الضفة الغربية لدحر المحتل عنها وإعادتها إلى حضن الوطن بالمقاومة ومقارعة المحتل والصمود في وجهه لا بالتطبيع والتنصيق والتدجين والاندماج مع هذا المحتل المجرم يا جماهير شعبنا المرابط إننا في الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي هذه الذكرى المباركة نؤكد على ما يلي أولا إننا إذ حررنا بدمائنا وعرقنا وتضحياتنا وصواريخنا وعملياتنا المباركة أرض قطاعنا الحبيب فإننا نتمسك بإرث الشهداء ووصيتهم في الحفاظ على أرضنا والدفاع عنها حتى آخر قطرة دم من دمائنا والتمسك بسلاحنا حتى دحر آخر جندي مغتصب عن أرضنا في كل ربوع فلسطين وأن أي مشاريع تنتقص من هذه الحقوق مصيرها السقوط والفشل والاندحار ثانيا إن هذه الذكرى تضعنا أمام حقيقة راسخة وهي أن الشرعية الحقيقية وأم الشرعيات على هذه الأرض هي المقاومة التي قدمت هذا الإنجاز الحقيقي النادر في تاريخ شعبنا وأرغمت المحتل على ترك أرض فلسطينية عزيزة تحت ضربات المقاومة وصمودها الأسطوري وعليه فكل شرعية مزعومة تتجاوز المقاومة لا تمثل شعبنا ولا ترقى لحمل همومه ولن يكتب لها النجاح في تمثيل شعبنا والبلوغ به إلى آماله وتطلعاته في التحرير والانعطاق من الاحتلال وتطهير الأرض والمقدسات ثالثا إن المقاومة التي نحتت في الصخر وأوجدت الإمكانات التي طردت الاحتلال من غزة عام 2005 لهي اليوم تمتلك عشرات الأضعاف من الإمكانات التي تشكل هاجسا ورعبا دائما للعدو ويعمل لها العدو ألف حساب وإننا نؤكد من جديد على جاهزيتنا في فصائل المقاومة لرد أي عدوان عن شعبنا بكل ما نملك من الوسائل والإمكانات وصولا إلى تحرير أرضنا المقدسة بإذن الله رابعا إننا ندعو إلى أطلاق يد المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليأخذ دوره ومكانه الطبيعي في مواجهة الاحتلال وكنسه عن أرض الضفة فشعبنا الذي خاض معركة تحرير غزة بكل تفاصيلها لهو قادر على إرباك كل مخططات العدو في قدم الضفة وضم القدس وتصفية القضية الفلسطينية وإن الرد العملي على كل الصفقات المشبوهة والمخططات الأخيرة والخطيرة لتصفية قضيتنا هو إطلاق حالة عامة من المقاومة ومقارعة الاحتلال ووقف كل أشكال التنصيق معه خاصة بعدما أثبتت كل مشاريع السلام والتسوية مع الاحتلال فشلها الذريع وإخفاقها وتضيعها للحقوق عبر أكثر من ربع قرن من الزمن ختاما كل التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون والتحية لجرحان الأبطال الذين سالت دماؤهم في سبيل تطهير الأرض من المحتلين والتحية لأسر الحرية الميمين الذين قضوا ظهرات أعمارهم في السجون فداء لأوطانهم ولشعبهم والتحية للاجئين المتمسكين بالعودة إلى أرضهم رغم أن في كل المتآمرين والتحية لشعبنا الأبي المرابط في كل مكان والله أكبر والنصر للمقاومة الغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء الثاني عشر من سبتمبر عام 2018